موسيقى انت حلو انت كل ايش لاني انت ليش ما يدقي على تليفوني انا زماني ما يسمع صوتك زماني ما يسمع سلام عليكم شبابات بناتات شونكم شخباركم شكوا ماكوا اموركم احوالكم وين ما وين مثل ما انا شغلت بوست وقلت لكم سؤلوني وانا جاوبكم اخذت كل اسئلتكم موجودة بالتليفون عدل اسئلة المتكررة اسا ابدي باول سؤال رياض جبار يقول شوك تتغني صراحة انا ما قادر انه هاي بس بالوقت الحالي يعني امركز على المحتوى اللي قاعدة قدمه فبالنسبة للغناء اخليه بعديا والثاني من ابنية تقول شنو سبب اهداء درع الـ 100K الوالدتك مو لابوك صراحة انا مفكر اول شي هذا الدرع موجود بفضل الله وفضلكم موجود هنا وشكرا للدانين مهم اجاب على السؤال الدرع هديته الوالدتي ومفكر انه درع المليون هديه الوالدي يعني نفس الشي ماكو فرق ان شاء الله سؤال الثالث من شروف خالصورة عتوي ما شاء الله ذكرني بسعدون تابع انمي لا انمي ما تابع قليل بس يعني الانمي الوحيد اللي تابعته هو هجوم العمالقة اذا تعرفو كلش حلو السؤال الثالث يقول حشي لنا قصة حياتك كلح يعني هساني راح تشيلك قصة حياتي كلها يعني هو مو سؤال بس يلا شكرا عن مشاركة اشقد عمرك وشنو دراستك دراستك بعد ما مخلص وعمري 22 سنة بس يعني الاكثرية يشوفوني انطوني اكثر حمزة شمايف حمزة شمايف معلومة هذا ملاكم شيشاني كلش قوي يقول بس مو هو هذا اللي يسألنا هذا شخص يحبه تمام يقول بس اريد اعرف انت تدرس لولاء وانت دا تتمرن ملاكمة تريد تسعب بطولاتي انا قاعد ادرس وتمرن وادسعب بطولات وهذا هدف من اهدافي وان شاء الله يتحقق سؤالي ليش سافرت البلجيك وعفت العراق زادة حبك وحب ساعدنا بالمشمشة حبيب انا احبك وموت عليك للأسف اسمك مغلق ما اقدر اذكر اسمك بس المهمة الجاوبة كان مسافرت البلجيك ما شنت اعرف انه اذكر شنت العب طوبة بمثل ازاب العراق واجه اخوي اللي موسيحنا بع اسبوع مسافرين وسافرنا واصلا حتى ما شتعرف الدولة اللي رح اسافر بها رحت منها طيارة وصلت هنا فهي صارت واحدة امرك 22 صح حبيب صحيح احجابتك صحيحة شنو اكثر شي تحبه بلجيكا وليش اختارت المصارعة للتحديد ملاكمة هواية بالنسبة لي صارت هواية صارت ادمان فعلمستحيل مستعدة ترك كل شي في سبيل ملاكمة تمام بس ما ترككم هاهاهاي اكثر سؤال عجبني ليش اختارت اسم سيد دنيا صور سيد دنيا صور جاي من كلمتين دنيا وصور فش يصير دنيا صور يعني شنو اصور لكم الدنيا حرفتلو لا طبعا هنونا اسو كاتبه هواية اشياء واعتقد بداية الاسئلة جاوبت عليهم بس اذا ردت تزوج ان ما تختار عراقية لو بلجيكية لو خيروك بين صباحة تشرب وسعدون ما تختار اختار سعدون وكيد اختار العراقية مستحيل انا ما اعتقد يجيون والزوج بلجيكية هذا الشي بعيد عننا كل شي وين لقيت سعدون سعدون وين لقيته راح اشرح لكم جنت بالعراق تزال رسالة اخوي اللي موجودة بلجيكية قال لي راح اجيبها الزون قلت له شوفني قلت له اذا ابنية لتجيبها بس اذا ولد وعتوي جيبها قال لي تمام فمن جبنا بالبداية عبانا ابنية وبعدين شوي شوي طلع ولد طلعنا احنا ما نعرف يعني تعرفه كان طفل وبعدين حبينا ومطينا اسم سعدون وتعمقنا به صار لك شقد بالملاكمة وشنو اهدافك بهاي غياضة بالنسبة للملاكمة الملاكمة يعني مثل ما قلت قبل شوي انا خالي هدف بحياتي وان شاء الله اوصل نريد فيديو عن القطط وشلون تختار القطة بالنسبة للقطط اذا انت عايشة بدولة اوروبية تمام ممكن تكتبين على الفيس على الجوجل اكو اماكن خاصة تكون قريبة عليك ينطوش قطة ينطوش عتوي يسمي سعدون يسمي صبايا حد كيفتش بس المهم انت تدي غيبالش علي صبار مدر صابر مدر صبر طبعا تعليقك من تعليقاتي اللي عجبتني وصراحة انا منقرهش تعليقات افرح واستمر بالمحتوى اكثر لان احس ان المحتوى القعدة قدمة ميروح ابا وانه ناس قعد تضحك وهذا الشي مفرحة وان شاء الله بدعمكم وبتعليقاتكم الحلوة بتفاعلكم اللي قادم يكون افضل شكرا اللي بصبيح تشالي بسرعة وجهه ما الواحد اسمه صبيح يعني وجهه ما الصبيح يعني اتباعه يعني يدوق الاسم صبيح فارطولوش يقول يقول شكت اتمرن باليوم واريدك تسوي في لوقات طويلة وعاش تيجدك على المحتوى يعني 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 ما ادرش اقول يعني تشوف تعليقك الحلو خد جلن الصراحة ما ادرش اقول لك اتمرست مرات بالاسبوع تقريبا وشكرا على التعليق الحلو حبيبي برشلوني بالمستقبل ان شاء الله تفتح قناة تلعابي هذا الشي يعني الاحتمال كبير انه افتح قناة ولعب وهي بس يعني ما ادرش بالمستقبل الله كريم شو نتشجعنا هذي كرة قدم انا اشجع ريال مدريتا كده شجحة من صغير بس افضل الملاكة مع الكرة القدم تمام لنا انا ملاكة 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 كرة القدم مبروك موسى إن شاء الله تصل مئة مليون مشترك اجمل يوتيوبر شفته بحياتي يلا حاليا لازم اروح واشتري القناة سيد دينا وصوره عند كل صديقات صديقات هي يعني مو صديقاتك 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 مو صديقان صديقاتك لا صديقاتك مو اصدقائك ان شاء الله يعني العربي ما childishوية التعبان كان نشتره صديقاتك مو صديقاتك صديقاتك مو اصدقائك ماشاء الله ألف يعني شكراً على هذا التعليق الحلو وشكراً على مبروك حبيبي نور العفو أختي العزيزة كريمة يا سيداتي وسادتي ألف ألف مبروك وإن شاء الله توصل 400 كي إن شاء الله وصل مليون ومليونين إن شاء الله بدعمكم سؤال سعدون عايش بالبيوت ياكم هي أكيد عايش بالبيوت سعدون من خلي يطلع لأن خاف علي سؤال سعدون هم يطلع بالشارع لا من خلي يطلع وسبحان الله جاوبت على السؤال الثاني قبل لا أقرأه لأن النية صافية والقلب طيب سؤالي هو ليش دائما تلبس حلقة من تطلع الحلقة اللي عندي هاي والدتي جابت لها من العراق تمام يعني انت عجبنا لبسها ويعني كستايل كستايل لا أكثر كانت عدي حلقة حلقة منها بس وقعت ضاعت وين خمطت يباقوه بالنسبة لرياضة هم شرط اللي أكل يكون صحي أكيد يعني هسه لو جيب لك سيارة تمشي بدون طائرات لو أجيب لك سيارة تخلي لها مي تمشي أكيد لا حبيبي فالجسم يحتاج لأكل صحينا أصيل محمد شوقت سافرته للخارج وكم دولة زرتوها حتى استقررته يعني استقررته بلجيكا كل التوفيق إن شاء الله إليتش ونوب إلي صراحة سافرته وادوالي بوربا وبنفس الوقت صار لي تقريبا داعش سنة ونص بلجيكا راح تسوي غنية لولا لأنه صوتك حلو ماشاء الله طلع بتعليق بليز آآ فإن شاء الله أنا راح أسوي فد غنية لأن راح أشترى أشياء على مد الصوت وهيك شيء شوي شوي تعرفون يعني يعني شو سوي شوي شوي ألف مبروك وإحنا وياك وندعمك بالقوة السعدونية الله زائد أنت ضعيف حل ليش لأن ما أكل زين مو أقصد التنمر لا حبيب ما أكل التنمر راح تشوف أنا مو ضعيف أنا من البت شيء أبين ضعيف بس بالحقيقة أنا مو ضعيف ليش لأن أنا ملاكم ألعب على وزني وعلى طولي تمام فما أقدر أشيء حديد حتى أضخم عضلاتي وشوفون أنا معضل مو سوي أنا متابع جديد سؤالي هو شن القرابة بين سعدون وصبيح تشلب حشا الجميع حشا الجميع حشا الجميع حشا الجميع حشا صبيح تشلب وسعدون حشا الجميع حشا الجميع حشا أخوان شلون هالدراسة هناك صعبة لو لا أخوكم من العراق على رأسي حبيبي جاكو تجوك تجواك المجوك الدراسة بلجيكة وبأوروبا تختلف عن العراق بهوائي أشياء بس ممكن تواجه الصعوبة باللغة طموحك وحلمك بالحياة تحققت له بعدك طموحي أنا أريد أصبح إنسان ناجح بحياتي عندي أهداف حلوة مبتعد عنه هواي سلبيات يعني أعتقد هذا السؤال جابت علي قبل شوية بس شكرا على المشاركة يا كوجي عنبر السؤال يعتمد عليكم كلكم تمام؟ كتبولي بالتعليقات أريد تسوي فيديو عن الأجار والنباتات لأن كل شي أحب الأجار بواربا لو تحبون أسوي لكم فيديو بالدقيقة شورت أنا شرعة تشك توك وليوتشوب لو تحبون أسوي لكم فلوك فاطيمة أحد قال لك فاطمة أحد قال لك على فكرة اليوتيوب القناة أنت قرار تفتح قناة أحب أقول لك هو أحسن قرار سويته وأحبك أستحي أنا أستحي أستحي قد شان عمر من طلعتين العراق دعش سنة وشوية أو نص يعني تقريبا دعش سنة وشنو ونص أنو ننو أنو ننو شو تقول عيني تقول شونو بيكسو تغذية شنها الضعف هاتش أنو استلموا الصور شوفي أنو وين الضعف كلي إذا وين أنا الضعيف آمي بتشوفي روزة شلون أقدر أربي بزونة الشي كثير بخاطرة أنت شوفي إذا ربيت بزونة البزونة غاد لها احتناء يعني غاد واحد يبقي مها لازم مضوج لازم نطلعيها بوقت لازم تنتبهي لها تجيب لها أكد شونو تجيب لها أكل خاص يعني لازم واحد يقعد لها شون طفل فما لازم قطو وتقطي بالشارع ويطب ويطلع ويتمرض ومتولد يعني يموت خطيئ يموت ونبتش عليه وتبتشين عليه أنا أستاهش وقت ترجع للعراق شباب صعدوا تعليق حتى يتجاوب حبيبي أناس أنا ماكو تعليق ما قرأت بس التعليقات اللي ما رح أصورها هي تعليقات المتكررة بس تمام أنا آخر مرة جيت بالعراق قبل قبل شي تسعة شهر وإن شاء الله سنة جاية إذا صارت الزيارة بالعراق أجي إن شاء الله ليش لا دارك سايدر يقول شلونك يا ريت تجاوب على سؤالي أنا شلوني أنا شلوني يا دارس كايدر مدرس كايدر أنا التعبان أنا المنسي أنا المحاسل عني هيمن ساعدون المساعدين مبزون ما شوارع عشلون عايشو يا أقصد ما بي أمراض لا أكيد مستحيل ساعدون قط مو ما الشارع ما البيت وما طالع أهواي وديه الدكتور منتمرضه وديه الدكتور يعني تخيل حتى ما شطله ونظيف كل الشي حتى شعر ما يوقع حمزة بس قل لي يا أخي شو قلت تزوج يا أخي ابت نايم على قلبك أنا ما أكل من تشتافك شبيك شبيك يا معود شبيك ليش فطومة فطومة شو تقول هالأسئلة أول بداية الأسئلة جاوت عليهم بس أكو سؤال ليش محتفظ بملابسك كنت صغير الصراحة هذا الفضل يعود الوالد هي محتفظة بملابس وان صغير وبعدين من كبرت يعني تعرفوا الملابسي لي وبقى نبغرفته وبقى تمحتفظ بيهن وعجبني هذا الشي وإن شاء الله منا خلف ولد اللبسي ملابسي ولبسي حداتي وملابسي وان صغير وقل لدول ملابس أبوك يظل بسهم حباب وسمع كلام السوني بس شبيه رجلك دمارات ايه حبيبي رجلي بها دمارات هاي أعصاب يسموه تمام انت تمرنه واي وتضغط على نفسك بالتمرين وتوصل مستوى عال إن شاء الله بمستقبل رح تبدأ طلع لك عضلات ودمارات فهذا الشي نعتبره صغير مو الكل يمتلك وشكرا على المشاركة وإجابتك صحية وخليك بالبيت من حسين علي يقول لابس تنورة الصورة اللي نشرتها اللابس بها وردي الشورت اللي لابسه هو موديل يكون عريض تمام فالأكثر يعبالهم اللابس تنورة يعني انت كل عقلك أنا لبس تنورة يعني حتى عيب والله العظيم عيب قبل لا تنامون وقبل لا نام أكو تعليقات حلوة دخلت قلبي يعني هسان من رح أعزل غرفتي ولمكلاواتي ذول كلهم ونام رح أقرأت تعليقات وقعد أبتشي من صراحة تعليقاتكم ما تنوصف يعني تعليقات ليس لها مثيل تعليقات حلوة جميلة لطيفة لذيذة تنوكر نشكر كل شخص مبارك لي يعني ما تحب أن نرعب شي شباب أنا جوابت على أسئلتكم كلهم فحتى يعني تتعرفون علي كتلكم عمري وين عايش وين ساكن نو بالنسبة للفلوقات الطويلة أنا ما قاعد أشير فلوقات يعني لأن ما قاعد أطلع لأماكن فكرة ببالي حلوة أنه أروح لبروكسل تتحبون أصوركم بروكسل والأجواء اللي بيها بنايات وهواي أشياء كيفكم أتوا إذا حابين هاي الفكرة وعاجبتكم كتبوا لي بالكومنت وإن شاء الله أني تحت أمركم ومع السلامة تصبحون على خير مو قلتلك تصبح على خير شمنتظر حبيبي تروح نام